موسيقى 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 من العائلات العمانية اللي عبت دور تجاري واقتصادي كبير في تاريخ السلطنة من قديم الزمان عائلة سلطان لكن المؤسف إنه ما في مراجع كثيرة تتحجة عن هالعائلة اللي سموها في يوم الأيام أباطرة العيش البسمتي في عموم الخليج على الرغم من أن تاريخ نشاط التجاري بدأ سنة 1866 وتوسع شوي شوي لما صار اجتمل على تطوير العقارات وبيع السيائير والأعمال الإنشائية والهندسية والصناعية والميكانيكية والكهربائية في سلطنة عمان وفي الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت سبب قلة المصادر المراجع حول هالعائلة رايحين استند على مصدر أساسي وحيد وهو كتاب المؤلف البريطاني مايكل فيلد العائلات التجارية الكبيرة في العربية السعودية والدول الخليج والمصادر المتحدة في سعودية العربية والدول الخليج والذي خصص فيه المؤلف فصل كامل عن عائلة السلطان تحت عنوان W.J.Tower في سنة 1866 وهي سنة معروفة في تاريخ سلطنة عمان بالاضطرابات السياسية والحروب الأهلية وتعرض مسقط الحصار والقصف المدفعي وصل لمسقط البحار الأمريكي وليام جات تاول اللي أسس فيما بعد شركة حملت الحروف الأولى من اسمه يعني W.J.Tower يقول مايكل فيلد أن الحاج علي سلطان وهو من طائفة اللواتية اللي يعتبرون اليوم واحد من مكونات المجتمع العماني متعدد الأعراق والثقافات خبره يوم التقاف بمكتبة في شركة W.J.Tower في مدينة مطرح بأن ما يعرف بالضبط الأسباب اللي خلت البحار الأمريكي يلي لعمان في ذيك الفترة المبشرة ويتم فيها ويفضلها على باجي بلادين الخليج وأضاف الحاج علي سلطان بحسب كلام مايكل فيلد قد يكون الدافع هو تميز مسقط بالهدوء والجمال وقد يكون السبب هو وجود شخصين أمريكيين في المدينة آنذاك وقد يكون السبب هو استشعاره بوجود فرص مربحة لربط عمان بالولايات المتحدة التجارية لكن الثابت والمؤكد هو أن البحار الأمريكي تاول أسس شركة تجارية في عمان وكان في العقد الثامن من القرن 19 ووظف فيها الإسكتلندي ماك كيردي اللي وظف دوره شاب عمره 26 سنة كمساعداً هالشاب هو جد الحاج علي سلطان وكانوا يسمونه محمد فاضل وهو من مواليد بنبي في سنة 1858 ومن خريجي مدرسة تراقل المحروفة بإلفنستون وبالتالي كان من رعاية حكومة الهند البريطانية المسلمين ويعتقد أن محمد فاضل هذا وصل لمسقط بحدود سنة 1878 وسكن ابه واشتغل في التجارة وكان يسافر من فترة لفترة للهند برحلات قصيرة لكن في نفس الوقت مسك لمدة وسيطة منصب نائب الإسكتلندي ماك كيردي اللي كان وقته قنصل الولايات المتحدة في عمان بالنيابة ومن ضمن التقارير الأمريكية الرسمية اللي تم السماح للعموم بالاطلاع عليها في فترة لاحقة تقرير مؤرخ في 31 ديسمبر 1901 ومن هالتقرير يمكن نقول أن ماك كيردي ومحمد فاضل كانوا يتعاونون ويبعض في البزنس وكانوا يصدرون الذهب والأسماك والتمور لأمريكا ويستوردون منها سلع وبضايع متنوعة يقول مايكل فيل في كتابه أن في الوقت اللي اكتبوا فيها التقرير يعني سنة 1901 كان الامريكي ويليام تاول باع شركته حق مساعدة ماك كيردي وغادر عمان بسبب الوحدة اللي عانى منها عقب وفاة زوجته وأن في عام 1906 غادر ماك كيردي عمان عقب ما باع شركة تاول لمساعدة محمد فاضل بمبلغ 11000 ربية أو ما كان يساوي وقته 3400 دولار ويضيف مايكل فيلد أن في وقت استلام محمد فاضل لشركة تاول كانت هالشركة صايرة وكيلة حصرية لشركة لويدز أحد أشهر شركات التأمين البريطانية ووكيلة حصرية بعد لشركة ستاندر أويل المملوكة لآل روكفيلر واللي كانت شركة تاول تستورد منها الكيروسين أو القاز للبيع في عمان ومضم صادرات شركة تاول إلى الخارج في هالفترة الرمان واللومي الأسود بالإضافة للتمور اللي كانت تصدر للهند والولايات المتحدة بكيميات كبيرة لأن ولاية كاليفورنيا ما كانت تنتج التمور وقتها ولأن الهند كانت تستهلك كميات كبيرة من هالتمور في التقوص الهندية الخاصة بالزواج نشاط محمد فاضل التجاري الضخم ما خلاه نقطع عن العمل بالقنصلية الأمريكية في مصر خصوصا في ظل عدم وجود قنصل أمريكي أصيل مقيم لسنوات طويلة ونقدر نقول أن هالوظيفة منحت محمد فاضل مكانة إضافية متميزة في المجتمع العماني إلى جانب المكانة التي استمدها وسط العمانيين من ثروته وإلمامه باللغة الإنجليزية وعدد من اللغات الأجنبية وثقافة العلوم الطبية والصيدلانية اللي كان يتعلمها من قراية الكتب والمراجع الطبية من باب الهواية في سنة 1916 وهي السنة اللي بنت فيها الأمريكان قنصليتهم في مصطة اتوفى محمد فاضل وترك وراه ثروته ونشاطه التجاري لولده سلطان اللي راح يصير اسمه لقبل الأسرة لكن الابن سلطان المولود في سنة 1889 والمتوفي في سنة 1955 كان ميال العمل الطبي والصيدلاني أكثر من العمل التجاري فاشتهر بين هالمسقط ومطرح بصيدليته اللي كانت تصرف الوصفات التطبية للناس حلول العشرينات من القرن الماضي تخلى سلطان عن تجارة ابوه محمد فاضل لولد عبد الرضا لكن هذا حدث في وقت كانت في عمان تعاني من الحروب والانشققات من العائلة الحاكمة ما بين فرعه في عمان وفرعه في زنجبار وهذا طبعا كانت لآثار سلبية على الحراك الاقتصادي ونشاط التجاري في عمان على العكس من باجي دول الخليج اللي كانت العيش بيش الأيام حالة ازدهار بسبب تجارة اللولو في مرحلة الكساد التجاري هذه كساد تجاري في عمان طبعا قعدت عائدة سلطان تعلم عيالها وتقفهم وتغرس بهم مهارات اللغة الإنجليزية والمراسلة والكتابة على الآلة الطابعة والقراية تحت رعاية عميدة عبد الرضا لأجل الاستعداد لمتغيرات الأيام الياية المنعطف الحاسم في تاريخ النشاط التجاري لعائلة سلطان كانت سنة 1947 يوم ما مر عبد الرضا بالكويت وهو في طريج لمكة لأداء فريط الحج في هذه السنة توقف عبد الرضا في الكويت اللي كانت لعائلته فيها شركة صغيرة تتعامل في تجارة الجيغاير والتتن العماني وتائرات السياير من نوع دنلو هناك في الكويت قابل عبد الرضا رجل الأعمال الكويتي أحمد زيد السرحان اللي قاعد يشرح له الفرص التجارية الكبيرة اللي تطورها الكويت عقب ما اكتشفوا به البترول كلام السرحان عن الكويت ومستقبلها التجاري قاعد يرن في إذن عبد الرضا وعشان كذي كان أول عمل له عقب ما رجع لمسقط من سفرة الحج وهو الاجتماع ويأخوانا للتفكير حول تعزيز نشاطهم وتواجدهم في الأسواق الكويتية الواعدة وكان من نتائج هالاجتماع اتفاق الإخوان من العائلة السلطان على أن يتم عبد الرضا في مطرح علشان يدير أعمال العائلة في عمان ويسافر أخوانا قمر وعلي وأحمد الكويت بالتناوب لإشراف على نشاط شركتهم هناك فصاروا هذين الثلاثة قاعدون شهور طويلة في الكويت تاركين زوجاتهم وأطفالهم في عمان تحت رعاية أخوهم الكبير عبد الرضا مع مرور الوقت توسعت أنشطة عائلة سلطان في الكويت فاجتملت على الصرافة وبيع أفلام التصوير والعطورات وزيوت السيارات بالإضافة طبعاً لتجارة الجيغاير والتتن العماني وتائرات السياير أرباح العائلة من نشاطهم في الكويت بأول سنة كانت متواضحة لكنها ارتفعت بشكل مثير ومذهل في سنة 1948 بسبب حدوث نقص شديد في الكويت في السمن المستخدم في الطبخ وخبرنا مايكل فيلد في هذا السياق أن عائلة سلطان تصرفت بسرعة لمواجهة هذه الأزمة والاستفادة منها خصوصاً مع علمها وجود مخزوم كبير من السمن في مطرح وكميات إضافية كبيرة في إقليم قوادر في بلوشستان اللي كان وقتها جزء من سلطانة عمان ملخص القصة أن عبد الرضا شحن الإخوانة في الكويت ألف تنكة من السمن وقاموا هذين ببيعها على عائلة الغانم الكويتية بسعر أمية ربية للتنكة الوحدة فحصلوا على مئة ألف ربية بضربة واحدة بالحقيقة أن هذه الصفقة الكبيرة ما كانت الصفقة الوحيدة اللي أبرموها آل سلطان مع الكويتيين واستفادوا منها طبعاً استفادة كبيرة في سنوات السبعينات من قرن العشرين أبرموا صفقة مربعة كبيرة لاستيراد العيش البسمتي وبيعها مباشرة للديوان الأميري الكويتي عقب هذه الصفقة والسنين طويلة إذا مرت الكويت بأزمة غذائية سواء في السمن أو السكر أو الشاي أو العيش كانت عائلة سلطان إلها بالمرصاد فتواجهها وتستفيد منها عبر توفير أطنان من تلك السلاء أكثر واحد من عيال عائلة سلطان من حيث النشاط والدكاء التجاري والدور المؤثر في الكويت من حقبة الستينات وهو أحمد اللي ما كان يتردد لحظة واحدة في الاستفادة من أي فرصة متاحة ومن أي خطأ يرتكبون باقي التجار وأكبر دليل على صحة الكلام وهو أن أحمد سلطان اشترى آلاف الأطنان من العيش البسمتي مباشرة من الحكومة الباكستانية عقوب ما اكتشف أن حسين مرواني رئيس الكونستوريوم المفوض من قبل الحكومة الباكستانية لتصدير الرزء إلى الخارج شخصية فاسدة ومماطلة ومحتالة ومرتشية وعلشان ما يخلي هالشخص الفاسل يتحكم في تصدير العيش بالكوتا سافر أحمد بنفسه في سنة 1965 لباكستان علشان يستحوث على كامل محصولها من العيش وكانت الكمية وقتها 90 ألف طن ودفع مقابلها مليون جنيه سترليني فورا كدفعة أولى مع دفعة مؤجلة بقيمة 150 مليون جنيه سترليني وتشير بعض الوثاق أن الباكستانيين وافقوا على هالعرض وطريقة الدفع من غير نقاش لأنهم كانوا محتاجين للعمرة الصعبة بأي ثمن في وقت كانوا يخوضون في حربهم الثانية مع الهن في اعتقالي شخصي أن هالأمر ما كان غايد عن فكر أحمد سلطان اللي قلنا لكم عنه أنه كان شاطر وذكي ويعرف شلون ينتهز الفرص وبحسب مايكل فيل بعد اشترى أحمد سلطان في الفترة ما بين سنة 66 وسنة 67 تسعة آلاف طن من العيش الباكستاني إضافة لـ 23 ألف طن من العيش البورمي فحققت شركته أرباح صافية وصلت لـ 3.5 مليون دولار فصار اسم معروف في عالم توزيع تجارة التجزئة الخليجيين بالسلع والمواد الغذائية وفي 67 وطالع واصل للريال إبرام الصفقات الاحتكارية المشابهة لصفقتها مع الحكومة الباكستانية لكن المشكلة كانت في ظهور كثير من المحتالين خصوصا من باكستان والعراق من اللي حاولوا يوهمون أحمد سلطان وعائلته أنهم العبوا دور في تمام الصفقات الاحتكارية وبالتالي لازم يعطيهم أحمد عمولة في صورة مبالغ نقدية في يناير 1974 أحدثت فاجعة أليمة لعائلة سلطان كان مسرحة بيروت تفاصيل القصة هي أن مكتب أحمد سلطان من الكويت وصلت الرسالة بالتليكس من شخص مجهول في بيروت يقول فيها أنه يبي يلتقي مع أحمد بهدف الدخول شراكة في مشروع عقاري ضخم في الشرق الأوسط ولأن أحمد كان يستعد وقته للسفر للندن عشان يسوي فحصات طبية طرش لمرسل التليكس رسالة قال له فيها أنه راح يطرش أخوه الصغير عبد الأمير منشان يقابله ويشوف المشروع المقترح اللي كان في الحقيقة مغري وايد في مرحلة كانت فيها دول خليج تمر بطفرة نفطية وافق الطرف اللبناني وخبر أحمد أن حجز لعبد الأمير جناح في فندق هوليدي إن الفخم في منطقة راس بيروت منشان يكون مكان للقاء والتفاوض والتوقيع الحين الثابت أن عبد الأمير سلطان غادر ما سقط لبيروت عقب كم من يوم من هالترتيب وركب سيارة تاكسي ليه فندق الهولو دي إن وهناك اتصل فيه الشخص المجهول ودعال لغرفته لجل ما يوضح له تفاصيل وشروط الصفقة العقارية المقترحة لكن اللي صار هو أنه بمجرد ما دش عبد الأمير غرفة الشخص المجهول شلوا حركته واختطفوه عقب ساعات كان مكتب آل سلطان في الكويت يستلم تلكس من بيروت فيه مطالبة بدفع فدية نقدية حوالي 150 ألف جنيه استرليني مقابل إطلاق سراح عبد الأمير طبعاً أحمد سلطان كان بإمكانه دفع المبلغ التافل للخاطفين لكن المشكلة كانت في عملية توفير المبلغ نقداً خصوصاً وأن كل البنوك كانت مبندة في ذاك اليوم اللي صادف عطلة نهاية الأسبوع هني قرر أحمد يسافر بنفس لبيروت وخلى محامي شركته في الكويت لحقه علشان يشوفون حل المشكلة مع الأمن اللبناني كانت المفاجأة المحزنة هي اكتشاف أحمد أن الخاطف هو أحد العراقيين اللي سبق لهم ابتزازة حول صفقات العيش وأنه انتحر باطلاق رصاصة على راسه بغرفة مسجلة باسمه في فندق الكومودور وراء شارع الحمرة وأن المنتحر ترك ورقاء صغيرة يقول فيها ستجدون جثة عبد الأمير في كيس من البلاستيك تحت سريري في جناحي في فندق الهلدي إن ولأن السلطات الأمنية اللبنانية ما توسعت في تحقيقاتها حول الجريمة وبننت ملفها بسرعة علشان ما تتأثر سمعة لبنان الاقتصادية أمر سلطان فابوس وقته بمنع سفر المسؤولين العمانيين للبنان حتى إشعار آخر خصوصا مع وجود فرضية بين العراقي كان له شركاء لبنانيين ساعدوه في عملية اختطاف عبد الأمير اللي كان شاب قوي وقادر يدافع عن نفسه بمواجهة العراقي المنتحر اللي كان ضعيف البنية المقاطعة الرسمية العمانية للبنان إجبرت السلطات اللبنانية على تكسيف البحث عن الضلعين في الجريمة فاتبين من خلال الصور المرتقطة العراقي في بيروت وجود شخص كان دوم يرافجة بعدين تبين أن هذا الشخص اسمه بولنغارو وهو من تجار المخدرات ورجالات المافيا اللي يشتغلون ما بين العراق وتركيا ولبنان وإيطاليا وعقب تحقيقات إضافية تبين أن بولنغارو هذا وهو ولد العراقي المنتحر وأنه كان ساعد أبوه الأيمن في جرائمه لكن هال المجرم اختفى ومحا تدرى عنه شيء عقب هال حالة البشعة تم أحمد سلطان ليه ما توفى في سنة 1977 يلوم نفسه لنطرش أخوه عبد الأمير لبيروت فتسبب في قتله وموت أحمد سلطان اتولى ولده مقبول سلطان إدارة نشاط الشركة اللي احتفظت بنشاطها في تجارة المواد الغذائية لكنها أضافت لها أنشطة متنوعة مثل تجارة الملابس والعطورات والأدوات المنزلية والمعلبات ويوم ما بدت السلطنة خطوات التنموية الجبارة في عهد السلطان قابوس قامت الشركة بأنشطة إضافية اجتملت عن الإنشآت والتمديدات الكهربائية وبناء المجمعات السكنية وتطوير الموانئ وخطوط المواصلات والشحن وتجارة السياير الكورية وبناء مصانع الاسمنت ومعامل تعبئة المراقبات وغيرها ومدت أعمالها من أعمان للإمارات السعودية والكويت يفتخر حسين جواد اللواتي وهو من الجيل الخامس من عائلة السلطان ورئيس مدلس إدارة شركة W.J.Towell من سنة 2000 أن عائلته قدرت تحافظ على تماسكة واصلة شركتها العائلية في الوقت اللي معظم الشركات العائلية في العالم تتوقف مسيرته عقب الجيل الثاني يتذكر ريال بحسرة في مقابلة مع صحيفة الرؤية الإماراتية في سنة 2014 اللي حصل لتجارة العائلة في الكويت حقب الغزو العراقي في سنة 1990 فقال أنا والعاملون معي غادرنا الكويت إلى عمان تاركينا خلفنا مخازنة ضخمة مليئة بأطنان من البضائع وللمعلومية أن حسين جواد هذا من مواليد سور طرشو هالي للكويت وهو شاب يافع فتربى ودرس هناك وتخرج من جامعة الكويت في علم الفلسفة والنفس والاجتماع وعقب فحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من الولايات المتحدة وإذا ما ردينا لشركة W.J.Towell اللي كانت نواة بسبب ثروة عائلة السلطان نشوف أن كان لها وكيل في البحرين وهو التاجر البحريني المعروف من أصل عماني حسن حيدر درويش اللي كان يستورد من آل سلطان عيش البسمتي واللوم الأسود وغيرها من المواد الغذائية بكميات تغطي حاجة البحرين وكان يستورد منهم بعد جغائر من نوع وينستون وسالم وبويمل علشان يبيع بعضها في أسواق البحرين ودول الخليج ترجمة نانسي قنقر